السلام عليكم اهلا وسهلا بكم طلابنا طلاب المصرع العلم وتكنولوجيا EST وحشتوني معكم الدكتور خالد هنبدأ مع بعض منهج ومادة محاسبة التكاليف طبعا محاسبة التكاليف هي مادة متخصصة ومادة صعبة شوية فلازم بنركز في المحاضرة قوي لازم بنراجع الفيديو اكتر من مرة وبنحاول بقدر الامكان نوضح كل حاجة في الفيديو بس انت لازم تبقى قاعد قدامي معاك ورا وقلم وتكتب ورايا الحاجات المهمة وبعض النقاط اللي بنقف عليها نبدأ مع بعض كده في البداية ماينفعش ابدأ المادة من غير ما ادي تعريف لها انا ماينفعش اقعد مع حد منكم من غير ما اتعرف عليه واقول سؤال لي بسأله انت اسمك ايه فلازم اتعرف عليه كويس علشان اعرف اتعامل معه فلازم ماينفعش ابدأ محاسبة التكاليف من غير ما اتعرف على بعض المفاهيم الاساسية اللي بتتكلم في محاسبة التكاليف ففي البداية خالص هنبدأ شغلنا في الكتاب بالمفاهيم الأساسية لمحاسبة التكاليف يعني ايه تكلفة هنبص كده مع بعض وهنتعرف على مجموعة حاجات قبل ما ابدأ ونشتغل مع بعض هنعرف يعني ايه تكلفة ويعني ايه محاسبة التكاليف ايه ده يا دكتور وفيه فرق ما بين التكلفة وما بين محاسبة التكاليف طبعا فيه فرق هنشتغل فيه مع بعض طيب انا طول عمري افتكر ان انا لما بروح ادفع حاجة فحد يقول لي ده انت ده مصروف ومرة واحد تاني يقول لي ده ده تكلفة ابوها يقول لي انت خدت مصروف مام تتقول لي ده تكلفة هي تكلفة ومصروف حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة انت اطلق بطني يعني ده حاجة وده حاجة اه طيب ولما بامشي واقع مني فلوس وقول ده نخسرتها هي الخسارة والتكلفة حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة ده حاجة تانية مختلفة ايه ده يعني فيه فرق ما بين تكلفة وما بين محاسبة التكاليف اه وفي فرق ما بين تكلفة وما بين مصروف وما بين خسارة اه برضو كل الكلام ده هنعرفه مع بعض في المحاضرة الاولى يلا نشوف مع بعض هنقول ايه نتكلم مع بعض في المحاضرة الاولى عندنا ايه هي محاسبة التكاليف محاسبة التكاليف من البداية بيقول لي هي نظام فرعي من النظام المحاسبي للوحدة اقتصادية يهتم بحصر وتجميع تكلفة الانشطة الصناعية وغير الصناعية اللي بتقوم بها الوحدة بالراحة بس علي كده يا دكتور وعرفني انت عايز تقول ايه من الاخر كده بص يا حبيبي محاسبة التكاليف من اسمها كده محاسبة التكاليف يعني هي فرع من فروع المحاسبة يعني هي بنت المحاسبة طب محاسبة التكاليف دي اتعملت لعشان استخدم كل الشغل المحاسبي اللي احنا عارفينه علشان ايه بقى علشان اعرف ايه تكلفة المنتج القلم اللي في ايدك اللي انت بتكتب بيه ده تكلفته كام تقول لي اتنين جنيه لا اتنين جنيه ده سعره لكن على المصنع تكلفته كانت كام تكلفته تكلفته كانت كام تكلفته جنيه ونص تكلفته ايه جنيه احنا بنعرف الكلام ده ازاي بنعرف الكلام ده عن طريق السعر طريق التكلفة بتاعت يوان مبدئيا كده لما بنيجي نتكلم معنا مبدئيا كده لما بنيجي نتكلم مع بعض لازم نعرف الجزئية اللي معايا انا لازم اعرف التكلفة علشان اقدر احدد السعر واقدر احدد هامش الربح وده اللي هنعرفه مع بعض في اهداف محاسبة التكاليف فمبدئيا لما نيجي نتكلم مع بعض ايه هي محاسبة التكاليف هي فرع من فروع المحاسبة بتستخدم العلوم المحاسبية او الشغل المحاسبي كله عشان اقضى رئيس تكلفة الوحدة الوحدة او تكلفة الانتاج ككل طيب ده محاسبة التكاليف هل في فرق ما بينها ما بين العناصر التانية اللي احنا كلمنا فيه اه طبعا في فرق بس قبل ما اقول لك ايه الفرق بين محاسبة التكاليف والعناصر التانية اللي احنا اتكلمنا عليها تعال نعرف اهداف محاسبة التكاليف زي ما انت لسه قايل انا ليه انا بدرس محاسبة التكاليف او ليه بيتم دراسة محاسبة التكاليف من البداية كده علشان نتكلم مع بعض انا عايز اقولك ان محاسب التكاليف في اي مصنع ايه ده محاسب التكاليف اه ما هو اي مصنع يعني بيصنع منتج او بيضيف فيه بيحتاج معاه محاسب التكاليف اي مصنع بيبقى فيه محاسب التكاليف محاسب التكاليف ده بيبقى اغلى سلري واغلى مرتب لاي محاسب ليه لان بيبقى مهتم جدا انه يبقى عنده محاسب تكاليف عن اي محاسب تاني طيب ليه بقى يا دكتور لان المصنع ده مش هيقدر يحدد اذا كان هيبيع بكام ولا هيكسب بكام من غير ما يحدد اول حاجة التكاليف بتاعته يبقى اول هدف من اهداف محاسبة التكاليف هي تحديد تكلفة المنتج تكلفة المنتج هيقع علي بكاء فبناء على التكلفة دي بقدر أحدد أنا هكسب قد إيه اللي هو الربح بتاعي طب لما بجمع التكلفة على الربح بيحدد لي سعر البيع بتاعي ده رقم واحد طب رقم اتنين أو رقم تاني هدف من أهداف محاسبة التكاليف إيه هي اللي بتساعدني في الرقاب على عناصر التكاليف وتخفضها إن أنا رائب على عناصر التكاليف طب رائب عليها إزاي آه بتبدأ ترائب على عناصر التكاليف عن طريق مقارنة ما بين حاجتين. او ما بين مفهومين مهمين جدا في محاسب التكاليف. اكتب ورايا يلا. اكتب ورايا في الكشكول. ايه هو بقى العنصرين الاساسيين اللي بيتم في الرقابة? يوما انت كتبت الهدف الاولاني واحد تحديد تكلفة المنتج. وعن طريق تحديد التكلفة بحدد سعر البيع وبحدد هامش الربح. تفقنا? كتبت ده. يلا. انت كتب بقى ورايا العنصر التاني. الرقابة على التكاليف. ازاي ببدأ رايب على التكاليف. عن طريق ان انا اقارن ما بين مفهومين رئيسيين في محاسب التكاليف. ايه هما? واحد. التكلفة المعيارية. اتنين التكلفة الفعلية. ايه الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية? التكلفة المعيارية دي تكاليف مخططة. يعني مخططة? يعني تكاليف هتحصل. لسه ما حصلتش. اما التكاليف الفعلية دي تكاليف تاريخية. حصلت بالفعل. طيب وضح لي الكلام ده يا دكتور بمثال. لما اجي اقول لك انت هتروح عند نجار علشان تعمل مكتب. عاوز تقعد تذاكر عليه. اول سؤال بتسأله للنجار بعد ما المكتب بيعجبك او بعد ما بتوريله الصورة اللي انت عايز تعملها. بتسأله ايه? هو المكتب ده سعره كام? او هيكلفني كام? صح? طيب كويس الكلام ده. انت لسه دفعت حاجة? انت اخدت حاجة? هو بدألك في شغل? لا. هو هيقول لك سعر الحاجة من غير ما يبدأ يعملها. من غير ما يبدأ يعملها. يعني لسه ما عملهاش دي اسمها تكاليف معيارية. دي اسمها تكاليف ايه? معيارية. اما لما يبدأ يشتغل بايده ويعملها ويخلصها دي اسمها تكاليف فعلية. يبقى في فرقة من نوعين من التكلفة. التكلفة اللي لسه هتحصل اسمها معيارية. اما التكلفة اللي حصلت بالفعل اسمها فعلية. طيب بنقارن ما بينهم ازاي? لما نيجي نقول ان انا قعدت مع النجار وسألته انا المكتب ده هيكلفني كام? فقال لي الف جنيه. لسه هيكلفني الف جنيه. بقى معياريا الف جنيه. طيب فعليا بعد ما خلص شغل وعمل المكتب وروح تستلمه. ممكن يكلفني نفس الالف جنيه. كده كويس جدا. يبقى الراجل ده مش كذاب. الراجل ده اللي قاله اخده. الالف جنيه اللي اتفق عليه معاها هي اللي اخدها. طيب لو قال لي هيكلفني الف جنيه وعملت حسابي على الف جنيه وخدت من والدي الالف جنيه وحطيتهم في جيبي. روح تاخد المكتب. لقيته بيقول لي لا ده انت المكتب ده هتلعب تسعمائة جنيه بس. يعني ايه? يعني انا وفرت لك مية جنيه. الراجل ده حد امين جدا. انصحك تروح تتعامل معه. ليه? وفر لك في جيبك فلوس. يبقى لما انا عملت حساب على الف بس هو كلفني فعليا تسعمائة. يبقى وفر لي مية جنيه. يبقى ده اسمه انحراف موجب. اسمه توفير. لانه وفر لي مية جنيه. يبقى لو من الفعلية يبقى ده اسمه توفير. لان المعيار اللي انا عامل حسابه هتكلفه. طلع اكبر من الفعل اللي انا دفعته. يبقى ده اسمه ايه? توفير. العكس بقى لو الراجل ده ضحك علي وخلاني ان انا اتفق معايا على الف جنيه. روحت علشان اشتري منه المكتب. طلع ان هو ب الف ومتين. الف ومتين. يعني طلع ان هو هيدفعني فلوس اكتر ما انا متفق عليه معاه. اصبح ده الراجل ده ايه? الراجل ده ضحك علي. يعني الراجل ده اداني اسراف. اهضر لي فلوسي. يبقى ده اسمه انحراف سالب او اسراف. يبقى اذا دلوقتي لو التكاليف الفعلية او التكاليف المعيارية زي ما احنا بنبدأ على طول. قد الفعلية يبقى فيه توازن. طب لو المعياري اكبر من الفعلي يبقى فيه توفير. اما لو المعياري اقل من الفعلي يبقى فيه اسراف. وهو ده الخطوة اللي احنا بنتم عليها المركابة على عناصر التكاليف بتاعتي. طيب يبقى اول هدف خدنا تحديد التكلفة. تاني هدف الرقابة على عناصر التكاليف. طب تالت هدف يا دكتور. قال لي تالت هدف بنتكلم معي في الموازنات اللي انت بتشتغل عليها. طيب بتعمل موازنة تخطيطية يعني بتقدر تحدد انت هتتكلف في ايه مستقبلا. بيشتغل على السنة الجاية. طيب يا دكتور هي محاسبة التكاليف دي زي ما انت لسه ايل من شوية. هي تبع المحاسبة طبعا تبع المحاسبة لانا قلتلك هي بنت من بنوت المحاسبة او فرع من فروع المحاسبة. زي اه زي اه زي المحاسبة المالية اللي انت درستها معانا السنة اللي فاتت. طيب بما انه زي اه زي المحاسبة المالية. ايه الفرق بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية? هو مهم الفرق والمكرنة? طبعا مهم لان المكرنة والفرق ده هيجي لك في صور صح وغلط بنسبة كبيرة او هيجي لك في صور اختياري. ايه الفرق بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف. هلخص لك الفرق في المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف في الجدول ده. الجدول ده بيقول لك ايه? لما يجي يقول لك الهدف الرئيسي للمحاسبة المالية هي ايه? توفير بيانات لتحديد نتيجة النشاط. يعني ايه? يعني المحاسبة المالية هدفها الرئيسي تحدد لي اذا كانت المنشأة او الشركة بتكسب ولا بتخسر. بتكسب ولا بتخسر. يبقى لما يجي يقول لك الهدف الرئيسي للمحاسبة المالية هي ايه؟ توفير بيانات المالية اللازمة لتحديد نتيجة النشاط. اذا كانت بتكسب او بتخسر. وبتحدد كمان الاصول والخصوص. ده ده المحاسبة المالية. اما محاسبة التكاليف الهدف المالي. الهدف الرئيسي له ايه؟ توفير بيانات لتحديد التكلفة بتاع المنتج. لتحديد التكلفة بتاع الايه؟ المنتج. والرقابة على مين? على التكاليف. واتخاذ القراء. يوجد اذا عندما يجي يقولك ايه? ضع علامة صحة وخطأ. تهدف المحاسبة المالية الى توفير بيانات لتحديد تكلفة المنتق. غلط. محاسبة المالية يل材ش ضعر بتحديد تكلفة. ما تشتغلش مع تحديد تكلفة على طول. اما المين اللي بتحدد التكلفة او بترأب على التكلفة. اي كلمة تكلفة. تخد مين تاخد محاسبة التكاليف. اي كلمة تتخد مين محاسبة تكلفة. اما المحاسبة المالية بتحدى دي ناتيجة النشاط اللي هو الربح والخسارة او المركز المالي اللي هم الاصول والخصوم ودول انتخبتهم طيب الوحدة المحاسبية المحاسبة المالية بتشتغل على ايه? قالك بتشتغل على البيانات البيانات اللي بتخص المنشأة ككل البيانات اللي بتخص المنشأة ككل اما المحاسبة التكاليف بتشتغل على ايه? على التكلفة التفصيلية لانشطة المنشأة يبقى المحاسبة المالية بتشتغل على المنشأة كلها بتاخد المنشأة كلها أما المحاسبة التكاليف بتاخد التكاليف التفصيلية اللي في بعض الأنشطة التكاليف التفصيلية اللي في بعض الأنشطة الزمن اللي بتشتغل عليه المحاسبة المالية المحاسبة المالية بتشتغل على البيانات التاريخية فقط يعني البيانات اللي حصلت يبقى المحاسبة المالية بتشتغل على البيانات التاريخية اللي هي البيانات اللي إيه اللي حصلت أما محاسبة التكاليف بتشتغل على تاريخي ومستقبلي زي ما أنا بقول لك كده عندك ممكن أروح أقول له التكلفة هتكلفني كام يعني ده في المستقبل أو كلفتني كام يعني ده في الماضي يبقى المحاسبة المالية بتشتغل على البيانات الماضية بس المحاسبة تكاليف بتشتغل على البيانات الماضية والمستقبلية فلما يجي يقول لي صح وغلط تستخدم المحاسبة المالية البيانات الماضية والمستقبلية غلط طب تستخدم المحاسبة المالية البيانات المستقبلية غلط أما بقى محاسبة التكاليفة إلا بتستخدم الماضي والمستقبل أما المحاسبة المالية بتستخدم مين البيانات التاريخية فقط البيانات التاريخية فقط طيب تعال نشوف بقى المحاسبة المالية بتخدم مين والمحاسبة التكاليف بتخدم مين المحاسبة المالية بيستخدموها نوعين من الناس داخلي وخارجي داخلي يعني بيعمل داخل المنشأة وبيقبض منها ده المحاسبة المالية أما محاسبة التكاليف وخارجي برضو المحاسبة المالية بتستخدمها خارجي يعني بيشتغل برا المنشأة وما بيقبضش منها طب يعني إيه فاكر أنت في المحاسبة المالية كنت بقولك بيستخدموها نوعين من الناس داخلي زي مين؟ الموظف والمحاسب والمدير خارجي بقى زي مين؟ قال لك خارجي زي المستثمر والمقرد والحكومة يبقى المحاسبة المالية بيستخدموها مين بيستخدموها الداخلي والخارجي اما محاسبة التكاليف بيستخدمها داخلي فقط لان بياناتها بيانات سرية محاسبة التكاليف ما ينفعش تطلع لأي حد دي بياناتها بيانات سرية ده لو طلعت تبقى مصيبة ده يبقى تسريب بيانات ومعلومات سرية عن المصنع للدرجات يا دكتور اهل الدرجات دي بيستخدمها داخلي بس ومش كل الناس الداخليين بيستخدموها الناس الاساسيين زي المحاسبة التكاليف نفسه او زي مدير المصنع او زي صاحب المصنع لكن مش كل الناس معاها بيانات المحاسبة التكاليف يبقى لما يجي يقول لي مستخدمين المحاسبة المالية داخلي فقط غلط طب مستخدمين المحاسبة المالية خارجي فقط غلط اما المستخدمين المحاسبة المالية مين داخلي وخارجي مستخدمين محاسبة التكاليف الخارجي فقط غلط ولا خارجي طب داخلي وخارجي يا دكتور في التكاليف غلط محاسبة التكاليف داخلي فقط محاسبة التكاليف داخلي ايه فقط طيب الالتزام بالقواعد والمبادئ المحاسبية المحاسبة المالية تعتبر اكثر تكيودا بالمبادئ والمتعرف عليها واكثر تكيودا بالمعايير المحاسبية بتاعتي اما محاسبة التكاليف اقل التزاما من المحاسبة المالية طيب يبقى احنا كده خدنا ايه لحد دلوقتي خدنا يعني ايه محاسبة التكاليف وقالنا يا علم محاسبي يستخدم في تحديد التكلفة خدنا أهداف محاسبة تكاليف وقالنا عندنا هدفين أساسيين وممكن نتكلم فيهم ثلاثة اللي هو واحد تحديد تكلفة المنتج اثنين رقابة على التكاليف ثلاثة الموازنات بتاعتي خدنا وجه المقارنة ما بين المحاسبة المالية ومحاسبة تكاليف وفيها أسئلة كتير ممكن نتكلم فيها طيب آخر حاجة هنتكلم فيها هنرجع للكلام اللي قلناه في الأول يا دكتور وفيه فرق ما بين تكلفة وفيه فرق ما بين مصروف وفيه فرق ما بين خسارة آه بص يا حبيب يعني ايه تكلفة التكلفة في الأساس هو عبارة عن كل ما يتم التضحية به للحصول على عائد حالي يعني عائد دلوقتي يعني ايه يعني انت لما بتروح المكتبة تدي لهاهم خمسة جنيه وتاخد قلم وانت ماشي يبا انت بتدي خمسة جنيه وتاخد قلم وانت ماشي يعني وانت ماشي بتسحب القلم وبتاخده اصبح ده اسمه ايه اسمه تكلفة ده اسمه ايه تكلفة لانك بتدفع الفلوس وبتاخدها في وقتها يبقى ده اسمه ايه تكلفة طيب تمام التكلفة دي بقى لما تدفع فلوس وما تستخدمهاش لحد دلوقتي او تفضل تستخدمها لفترة جاية تبقى اسمها اصل يبقى لو يبقى التكلفة دي لو ضحيت ودفعت فلوس بس ما استخدمتهاش تبقى اسمها اصل يعني لسه متشلالك. لسه متشلالك هتستخدمها في أي وقت. يبقى لما تشتري الم وال PL تذهب و تركينه في الدرجه و ما تستخدموهش. ده اسمه ايه آصل. طيب التكلفة بقى لما بتستخدم. يبقى لك. بظّأ يعني و تبيعها و مش هتستمر معاك. يبقى لك ده اسمه مصروف يبقى لو هستخدمها. و بيعها لطول ده يبقى اسمه مصروف اما لو هستخدمها بس انتاغ غير مبيع ده اسمه آصل إليها. ما احنا اتفقنا لأنه هيفضل مستمر معك طيب لو ضع منك وما بعتوش ولا استخدمته ده يبقى اسمه خسارة يبقى التكلفة لو استخدمتها وبيعتها اسمها مصروف يعني اشتريت القلم وروح تبيعته ده اسمه مصروف اما لو اشتريت القلم وقعدته عندك تستخدمه وتكتب به يبقى اسمه اصل طيب لما اشتريت القلم وواحد صاحبك بصلك فيه وقال لك القلم ده حلو راح وقع من جيبك او بك وبعض ده يبقى اسمه ايه خسارة يبقى لو اشتريت القلم ده تكلفة بعته لصاحبك على طول ده اسمه مصروف استخدمته كتبت به يبقى ده اسمه اصل اما وقع منك وضع يبقى اسمه ايه خسارة اتفقنا يا جماعة يبقى التكلفة اللي ما بتستخدمش وبتفضل معك على طول وبتستخدم يبقى اسمها اصل اما التكلفة اللي مش هتستخدمها خالص وضعت منك اسمها ايه خسارة فلما يجي لك صح وغلط وقول لك هي التكاليف التي يتم التضحية بها من أجل استخدامها مستقبلا هي مصروف غلط هي أصل طب التكاليف التي يتم التضحية بها ولم تستخدم حتى الآن أصل طب التكاليف التي يتم التضحية بها وتستخدم لإنتاج يتم بيعه مصروف طب التكاليف التي يتم التضحية بها ولكن لن تستخدم وقعت فقدت خسارة خسارة اتفقنا يا جماعة اتفقنا بكده يبقى احنا خدنا في المحاضرة الاولى يعني ايه هي تكلفة يعني ايه هي محاسب التكاليف طب ايه هي الفرق ما بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والفرق ما بين الاصل والمصروف والخسارة والتكلفة كالاساس لان كل منهم تكلفة بس على حسب الغرض منه لو استخدمته يبقى قصل اما لو بعته يبقى مصروف اما لو ضع منك يبقى ايه خسارة طيب هو كل التكاليف زي بعضها يا دكتور يعني ايه يعني هل التكاليف اللي في حياتي كلها واحدة لا طبعا التكاليف لها تبويبات يعني ايه تبويبات يعني تصنيفات مختلفة التكاليف لها تبويبات يعني تصنيفات مختلفة هو ده اللي هنشوفه في الفصل الثاني طيب انا عندي تبويب التكاليف وتصنيف التكاليف زي مسلا ما بصنف الناس اقول الولاد تقف على جنب والبنات تقف على جنب يبقى مش كل الطلبة واحد طيب لما صنف الناس واقول اللي من المانيا على جنب مسلا اما اللي من مركز المانيا نفسه على جنب اما اللي من من منلوي او من بنسويف او من الفيوم على جنب تاني يبقى انا عملت تصنيف التصنيف ده والتبويب ده بالنسبة للتكاليف بيتقسم معايا لمجموعة تبويبات تبويب اساسي او نوعي تبويب وظيفي تبويب حسب العلاقة بوحدة المنتج تبويب حسب العلاقة بحجم النشاط ودولة التلات تبويبات الاساسيين عندي او الاربع تبويبات الاساسيين عندي الان نشتغل عليها في عندك تبويب حسب امكانية خضوع للرقابة تبويب حسب علاقتها بالبعد الزمني تبويب وفق الاغراض اتخاذ قرارات وهكذا تعالى نشتغل مع بعض على اول وافضل واكتر تبويبات بنستخدمها اللي هم الاربع انواع الاساسيين اللي هو الاساسي النوعي الوظيفي حسب العلاقة بوحدة المنتج حسب العلاقة بحجم النشاط خد بالك المحاضرة دي مهمة جدا 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 لانك لازم تفهمها كويس قوي عشان بناء على فهمها بناء على اللي انت تقدر تشتغل معايا في اللي جاي مش هتقدر تشتغل معايا في اللي جاي من غير ما تفهم المحاضرة دي كويس تعالوا نشتغل مع بعض ونشوف التبويب الاولاني اللي هو التبويب النوعي او التبويب الاساسي بينقسم التبويب النوعي والتبويب الاساسي الى ثلاث انواع اساسيين عندي من التكاليف هل هي تكلفة مواد خام ولا اجور ولا مصرفات اخرى يعني ايه يعني بيتم تصنيف التكلفة حسب الطبيعة وحسب النوع الى مواد اجور ومصرفات طب تعال نفهم كل منهم انا دلوقتي لو عاوز اصنع او اعمل مكتب او ترابيزة بعمل ايه بروح اشتري الخشب بروح اشتري الغرة بروح اشتري المصامير دي اسمها مواد يعني حاجة مواد مواد خام طيب انا اللي بعملها ولا بروح لنجار بروح لنجار النجار هو اللي بيصنع طب بيصنع ببلاش ولا بياخد فلوس بياخد فلوس ايبقى دي اسمها اجور طيب النجار ده هو شغال شغل قهربة علشان خاطر يشوف اللمبة بتنورله بيشوف الحاجة وبيصنعها والمروحة بتلف فيه علشان خاطر ما يبقى شحران وهكذا دي اسمها ايه مصروفات اخرى طب انا كده وضحت لك الكلام تعال بقى ناخده بتعريفاته الاساسية المواد يعني ايه المواد المواد هي كل تكلفة بيتم انفقها للحصول على شيء مادي ملموس يعني حاجة تنفع تمسكها بايدك يعني كل جنيب يتصرف عشان تحصل على شيء مادي ملموس حاجة ينفع تمسكها بايدك زي ايه زي الخشب زي السمنت زي الجبس زي الحديد اي حاجة تنفع تمسكها بايدك ايدك تنفع تلمسها طب الاجور كل ما يتم انفاقه من اجل الحصول على عنصر العمل كل جنيب يتدفع عشان تجيب حد يشتغلك كل جنيب يتدفع عشان تجيب حد ايه يشتغلك بياخد اجر مصروفات اخرى هي الانفاق الاخر او كل ما يتم تضحية به ليه بقى لضمان سير عملية الانتاج عشان تخلي الانتاج يتم لو وقفت لو ما صينتش المكنة للنجار المكنة هتوقف يبقى بالطريقة دي مش هيعرف يشتغل لان المنشر هيبقى تلم لو قفلتله اللمبة مش هيشوف المكتب هتقول لي يشتغل الصبح يا حبيب ما هيشتغل بالليل بقى يبقى اذا دلوقتي مش هيشوف يبقى بالطريقة دي لازم تشغله الكهرباء يبقى مصروفات اخرى وهكذا اتفقنا قال لي اه طيب ده التبويب الاولاني اللي هو التبويب النوعي يبقى لما يجيب لك صح وغلط وقولك التبويب النوعي بين اسم الى نوعين من التكلفة غلط ثلاث انواع طب اربعة غلط ثلاث انواع منهم التبويب حسب النوع والطبيعة مواد واجور ومصروفات طيب كل ما ينفق للحصول على عنصر العمل يبقى هو مواد غلط ده اجور طيب كل ما ينفق للحصول على شيء مدي ملموس هو الاجور تكلفة الاجور غلط دي المواد طيب هنا بنتكلم على التبويب الاساسي تعالوا نشوف التبويب التاني التبويب الوظيفي الوظيفة حسب وظيفة التكلفة وانت عندك ثلاث وظائف اساسيين وظيفة انتاجية اللي هي الصناعية وظيفة تسويقية وظيفة ادارية وظيفة انتاجية يعني حسب الوظيفة بتتقسم التكاليف معي لثلاث انواع رئيسية انتاجي وتسويقي واداري انتاجي يقصد بالانتاج ايه يا جماعة كل جنيب يتدفع عشان يحول المنتج من مادة خام لمنتج جهزة للاستخدام يعني كل جنيد صرف عشان يحول الترابيزة اللي قدامك دي من حتة خشبة للترابيزة ينفع نستخدمها ونسند عليها ونكتب عليها او نعود عليها عشان ناكل او نشرب او الكلام ده ده اسمه تكلفة انتاجية ده اسمه تكلفة ايه انتاجية التكلفة الانتاجية دي ممكن تكون ايه مادة خام زي الخشب والمصامير والغيرة ممكن تكون اجور زي العامل اللي اشتغل عليها اللي هو النجار ممكن تكون مصروفات اخرى اللي هي انتاجية طب حلو او اما بقى الوظيفة التسويقية هي ايه كل جنيه اتصاف على التكلفة علشان خاطر يساعد ان المنتج يتباعة علشان يعمل اعلان على المنتج فزي ايه يا دكتور قالك زي مثلا لما اعمل اعلان في الشوارع ان في محلات بتبيع اساس اللي هو الترابيزات وكراس انت صنعتها طب اعمل اعلان بها عشان يتباع او اعمل اعلان في التلفزيون او اعمل اعلان على الانترنت كل ده اسمه تكلفة تسويقية تكلف ايه تسويقية برضو فيها مواد مواد زي اليفط اللي بتتعلق على الشوارع دي طب مهمات دخاء قماش وبلاستيك وهكذا الاجور الناس اللي علقت واللي كتبت والناس اللي بتقعد على الانترنت تشتغل طب ما هي بتاخد مقابل اسمها اجور المصرفات الاخرى الخدمات الاخرى اللي احنا بنستخدمها دي اسمها تكلف ايه تسويقية وعندك تكلف ادارية او وظيف ادارية وظيفة ادارية اللي هي ايه اللي هي الناس اللي بتقعد تشتغل في الادارة عشان تدير المشروقة ما هي بتحتاج مواد مواد خام مكاتب وورق وشغلة عشان تستخدمه بتاخد فلوس اجور وفي نفس الوقت بتحتاج مصرفات اخرى يبقى اذا حسب التبويب الوظيفي بتتقسم التكاليف الى كم نوع تلات انواع صناعية صناعية اللي هي انتاجية وتسويقية وادارية يبقى اخد بالك التبويب النوعي او الطبيعي كم نوع تلات انواع منهم مواد اجور مصرفات اما التبويب الوظيفي كم نوع تلاتة برضو صناعي تسويقي اداري فلازم تاخد الفرق ما بينهم لان ممكن نقولك ينقسم التبويب النوعي الى ثلاثة انواع صناعي وتسويقي واداري غلط طب ما هم تلاتة دكتور ايوة حبيب السيناء كانت اسمها مواد واجور وخدمات قلنا ورقة وقلم كده واقعد اكتب ورايا ورقة وقلم واكتب ورايا الكلام ده علشان خاطر تقدر تترجم الكلام اللي انا بقوله وتبقى فاهم تكاليف كويس المحاضرة دي مهمة جدا لانك مش هتفهم تحل اي تمرين عملي زي ما ناخد في المحاضرات الجاية من غير ما تفهم المحاضرة دي كويس طيب التقسيم التالت بقى اللي بنشتغل فيه قال لي حسب علاقة التكلفة بوحدة الانتاج حسب علاقة التكلفة بوحدة الانتاج يعني بالوحدة الواحدة بالقلم الواحد بالمنتج الواحد قالك بتتقسم لتكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ايه هي التكاليف المباشرة هي التكاليف اللي بيتم ربطها بسهولة على المنتج بتتربط على المنتج طب حلوة اول وبتعمل ليه تاني يا دكتور قالك بيتم ربطها بسهولة على المنتج وبيسهل حسابها على المنتج يعني بربطها على المنتج وبعرف حسابها على المنتج زي مين لما رح للنجار معلش انا بدي مثال وبطول فيه علشان ما اغلغبطكش لما رح للنجار وقول له أنا عايز عمل مكتب زي داوة زي اللي انت اقياد عليها أو ترابيزة زي اللي انت قاعد عليها فيقول لك أنا المكتب داوة أو الكرسي داوة هيكلفني كام؟ هيكلفني خشب بقدي له هيكلفك مثلا لوح خشب بميتين جنيه سهل يحسب تكلفة الخشب ولا لا سهل يحسبها طب أنا لو هعمل مكتب واحد هحتاج لح واحد طب مكتبين هحتاج لحيت يبقى أنا سهل أحسب عدد الألواح الخشب اللي أنا هحتاجها يبقى دي اسمها تكاليف مباشرة اما تكاليف الغير مباشرة هي تكاليف يصعب مش يستحيل يصعب تحملها على المنتج لان تكاليف غير مرتبطة بالمنتج هلأ هقدر اقول للنجار انت فتحت مروحة واستهلكت قهربة قد ايه وانت شغال على المكتب بتاعي انت مجنون يا ابني يلا خد المكتب بتاعك وروح روح انا هقعد احسب لك انا استهلكت قهربة قد ايه انا عارف انا ايه ما انا قعدت وقمت وروحت وعملت مكتب وعملت كرسي ونمت والكاربة والمروحة شغلة في قدماغ مش اعرف احسبها لان هو ما يعرفش يحسب التكاليف الغير مباشرة انت تعرف تحسب التكاليف الغير مباشرة انت كمحاسب تكاليف مش ايه محاسب انت كمحاسب تكاليفة تعرف تحسب التكاليف الغير مباشرة وانا اخدها ونشتغلها مع بعض في الفترات الجاي يبقى التكاليف المباشرة دي التكاليف اللي يتم ربطها بسهولة بالمنتج وبيسهل حسابها اما تكاليف الغير مباشرة تكاليف يصعب ربطها يصعب مش قلنا يستحيل قلنا يصعب ربطها بالمنتج وبيصعب حسابها طيب اخر نوع من التكاليف هي حسب التبويب بعلاقة وبحجم النشاط عندك تكاليف متغيرة وتكاليف سبتة وتكاليف مختلطة التكاليف المتغيرة يقصد بقى يا دكتور هي التكاليف اللي بتتغير مع تغير حجم الانتاج بالزيادة وبالنقص يعني ايه يعني انا لو هعمل ترابيزة واحدة هحتاج لح خشب واحد طيب هعمل ترابيزتين هحتاج لحين هعمل عشر ترابيزات هحتاج عشر تلواح خشب يبقى كل ما بتزيد الانتاج كل ما المواد بتاعتي بتزيد الخامل اللي انا باستخدامها وبتزيد دي اسمه تكاليف متغيرة يبقى التكاليف المتغيرة بتزيد مع المنتج طيب لو هرجع واعمل خمس ترابيزات هعمل خمس تلواح يبقى هقل يبقى لو قل المنتج تقل برضو يبقى التكاليف المتغير هي التكاليف اللي بتزيد مع المنتج بالزيادة وبتنقص مع المنتج بالإيه بالنقص أما التكاليف السبتة التكاليف السبتة هي سبتة لا بتزيد ولا بتقل عمل زي مثلا أنا دلوقتي بدفع إيجار للورشة بتاعتي ألفين جنيه في الشهر عملت طربيزة عملت عشرة قفلت الورشة ومشتغلتش خالص أنا هدفع الألفين جنيه أنا هدفع الألفين جنيه أشتغلت ما اشتغلت مش هدفع الألفين جنيه يبقى التكاليف السابتة تكاليف سابتة لا بتزيد مع المنتج ولا بتقل مع المنتج أما بقى التكاليف المتغيرة او الشبه السابتة او الشبه المتغيرة يعني تكاليف المختلطة والكلية هي التكاليف اللي فيها جزء ثابت wokeزء متغير زي ايه لما تحب تروح تشتغل شغلانة فيقولك فيه وظيفة مثلا منضوب مبيعات تروح ت famous in interviews فيقولك في المقابلة انت هتقبط كام يقولك انت هتقبط 500 جنيه او 1000 جنيه ده جزء ثابت وهتاخد حوافظ او تاخد عمولة وعمولة على التارجد بتاعك او على المبعات بتاعتك اه يعني انا دلوقتي هاخد المرتب عبارة عن حاجته جزء ثابت وده الاساسي وجزء متغير كل بزد المبعات بتاعتك عن تارجد معين كل ما هيزيد المرتب بتاعك يبقى فيه جزء ثابت وجزء ايه متغير فده يعتبر ايه يعتبر التكاليف المختلطة التكاليف الايه المختلطة طيب يا دكتور لو جاب لي تكاليف مختلطة في التمريق انت قلت لي فيها جزء ثابت وجزء متغير هل هقدر افصل ما بين الجزء الثابت وجزء المتغير اه يعني فيه طريقة تقدر توضح لي وتفصل لي ما بين السابت والمتغير في التكاليف المختلطة ايوه طب تعال نشوف دي اسمها معادلة الخط المستقيم تعال نشوف الطريقة دي إيه هي الطريقة اللي بنتكلم فيها الطريقة اللي بنتكلم فيها أو المعادلة اللي بنتكلم فيها اللي هي المعادلة دي صاد بتساوي ألف زائد به سين صاد دي اللي هو يقصد بها اختصار التكاليف المختلطة التكاليف اللي هي المختلطة بتساوي ألف اللي هو الجزء السابت زائد به سين اللي هو الجزء المتغير يعني يقصد يقول لك صاد بتساوي اللي هي تكاليف المختلطة أو التكاليف الكلية بتساوي ألف اللي هو تكاليف السابتة زائد به سين إيه التكاليف المتغيرة أنا في الأول لما بيجيبلي التمرين زي كده عشان أطبق المعادلة بحتاج أجيب به الأول به دي معدل التغير به وهي معدل التغير بنجيبها إزاي وبالمعادلة دي معدل التغير عند بنجيبها بمعادلة معينة اللي هي بتقول طريقة أدنى وأعلى تكلفة تعالوا نشوف الكلام اللي احنا هنقوله دو في التمرين بيقول لي إيه مثال بلغت التكاليف المختلطة في احدى الشركات الصناعية عن الاشهر الاولى من عام 2023 كما يلي ادي الشهر ادي التكاليف المختلطة بتاعتك ودي عدد الوحدات اللي هو النشاط يناير 7500 وحدة النشاط بتاعي او 7500 دي التكلفة النشاط بتاعك 4000 وحدة فبراير 10250 دي التكلفة عدد الوحدات اللي انتجناها 6500 في مارس 10500 دي التكلفة عدد الوحدات اللي انتجناها 8000 ابريل 12700 دي التكلفة عدد الوحدات اللي انتجناها 10500 وحدة مايو مايو 13500 دي التكلفة 12000 ده ده العدد الوحدات اللي احنا انتجناها ويونيو اتكلفنا 1080050 اللي هي عبارة عن 9000 واحدة ده كل ده التمرين هو عاوز يقول لك ايه عاوز يقول لك دي كلها تكاليف مختلطة اهي ليناير والفبراير والمارس وكذا ازاي اقدر في يناير اقول التكلفة المختلطة بتاعت 7500 ونص ازاي بقى اعرف افصل السبعة تلاف ونص دي اعرف افصل فيها قد ايه متغير وفيها قد ايه ثابت هكذا لما نقول فبراير عشر تلاف متين وخمسين ازاي افصل ما بين المتغير وما بين الثابت وهكذا بنستخدم الطريقة دي هنقول له زي ما احنا عارفين صاد بتساوي الف زائد به سيد بس احنا في الاول هنجيب به به دي ليه اسمه معدل الايه التغير اللي هي قبل سين دي معدل التغير معدل التغير بنقول له ايه اعلى مستوى تكلفة ناقص ادنى مستوى تكلفة على اعلى حجم نشاط ناقص ادنى حجم نشاط يعني ترجع للجدول وتدور مين اعلى تكلفة في الجدول سبعة تلاف ونص عشر تلاف متين وخمسين عشر تلاف وخمسمية اتنشر الف وسبعمية تلتاشر الف وخمسمية عشر تلاف وتلتاشر الف وخمسمية لا اعلى تكلفة دي تلتاشر الف وخمسمية يبقى اعلى تكلفة كام تلتاشر الف وإيه وخمسمية طب ادنى تكلفة مين اقل تكلفة سبعة تلاف ونص يبقى اعلى تكلفة تلتاشر وخمسمية اقل تكلفة سبعة تلاف وخمسمية طب حلو اقول. يبقى المفروض هنقول ايه? اعلى تكلفة. اللي ايه يا دي? تلاتاشر الف وخمسمية. ناقس اقل لتكلفة اللي هي سبعة تلاف وخمسمية. طب تحت الخط بقى. قال لك ايه? اعلى نشاط. اعلى نشاط اربعة الاف ستة الاف ونص. تمان تلاف عشر تلاف ونص اتنشر الف. تسعة تلاف اتناشر الف. اعلى نشاط هي اللي اتناشر الف. طب نايس اقل لنشاط اربعة تلاف يبقى اعلى نشاط اتناشر الف نايس اقل نشاط اربعة تلاف ملاحظ حاجة ملاحظ ان اعلى تكلفة قبل اعلى نشاط واقل تكلفة قبل اقل نشاط فعلا يبقى يبقى هنقول به بتساوي تلتاشر الف وخمسمية ناقص سبعة تلاف وخمسمية على اتناشر الف ناقص اربعة تلاف لما نجي نجيب فوق يبقى تلتاشر الف وخمسمية ناقص سبعة تلاف وخمسمية على 12.4000 هيطلع لك في الآخر 75% جنيه للوحدة يعني معدل التغير يعتبر 75% طب حلوة طبق بقى المعادلة هتختار أي واحدة من دول هتقوله التكاليف بالفرد مثلا هنشتغل على شهر يناير أو على شهر فبراير هنقوله بفرد أن شهر يناير التكاليف المختلطة 7500 بتساوي ألف اللي احنا مش عارفينها بكام زائد به 75% في سين اللي هي اللي 4000 ما هي عدد الوحدات دي سين دي تعتبر صاد ودي تعتبر ايه سين يبقى بالطريقة دي هتطبق بتساوي ايه هتقوله يبقى 7500 وتساوي 4000 في 75% يبقى يديني 3000 يبقى بالطريقة دي هتعمل ايه يبقى إذا دلوقتي ألف بتساوي ايه مش انت طلعت عندك التكاليف المتغيرة بـ 4000.5 اه طلعت عندي التكاليف المتغيرة بـ 4000.5 والمختلطة كانت كام 7500 يبقى ألف بكام لا التكاليف المتغيرة عندك 4000 في 75% تلعت عندي 3000 تكاليف المتغيرة 4000 في 75% تلعت عندي 3000 طب وصد بكام 7500.5 يبقى ألف بكام ألف هتقول 7500.5 ناقص 3000 يبقى هتطلع 4000.5 يبقى إذا ألف تلعت 4000.5 ألف تطلع بكام بـ 4000.5 حلو قوي الكلام ده طيب بالطريقة دي يا دكتور بالطريقة دي يا لو طبقتها على أي حاجة هتلاقي نفس الكلام طلع وألف فتطلع بـ 4000.5 آه طب لما ديجي نطبع عند مستوى نشاط 13500 التكاليف المختلطة 13500 طب طب بيه سين بيه احنا اتفقنا بـ 75% وسين اللي هي على حجم النشاط هيبقى 12000 هتضرب 12000 في 75% هيدي لك كام 9000 طب لو طرحت وقلت 1000 بتساوي 13500 ناقص 9000 هتديك 4000.5 إيه ده مش اللي 4000.5 دي بتساوي اللي 4000.5 دي يعني إذا بالطريقة دي التكاليف السابتة هنا هي هي التكاليف السابتة هنا آه مش احنا اتفقنا وقلنا تكاليف السابتة يا جماعة سابتة ما بتتغيرش لا بتتغير في حالة الزيادة ولا في حالة النقص يعني لاحظت عند إنتاج عند إنتاج 4000 وحدة كانت التكاليف المتغيرة عندي 3000 جنيه أما عند إنتاج 12000 وحدة كانت التكاليف المتغيرة عندي 9000 جنيه يبقى التكاليف المتغيرة بتزيد مع زيادة عدد الوحداء اما التكاليف السابتة وتد وقفة في مكانها لا بتزيد ولا بتنقص 4000 ونص عند انتاج 4000 وحدة هي هي 4000 ونص عند انتاج كام 12000 وحدة ده يا جماعة احنا بالطريقة دي فصلنا ما بين الشك او الجزء السابت والجزء المتغير في التكاليف المختلطة كده المحاضرة دي خدنا يعني ايه تكلفة يعني ايه محاسب التكاليف طب ايه الفرق ما بين محاسب التكاليف ومحاسب المالية وخدنا يعني ايه تكلفة ويعني ايه مصروف ويعني ايه خسارة ويعني ايه اصل واشتغلنا في تبويب وانواع محاسبة التكاليف اللي هو التبويب النوعي مواد اجور وخدمات وظيفة انتاج تسويق تمويل حسب العلاقة بوحدة الوحدة من المنتج مباشرة وغير مباشرة حسب العلاقة بحجم الانتاج متغير وسابت ومختلط وفصلنا ما بين الجزء السابت والجزء المتغير لو عندي تكاليف مختلطة خلصت المحاضرة الاولى معايا كان معاكم الدكتور خالد اشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة ودرس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته